يشارك وزير الخارجية سامح شكري في الجلسة الوزرية لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة المجلس الشهر الجاري من المقرر أن يلقي شكري بيان مصر أمام مجلس الأمن حيث يستعرض رؤية مصر وتقيمها للتصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطع غزة ومطالبتها بضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف نزيف الدماء وتوفير الحماية للمدنيين في القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام هذا فضلا عن جهود مصر لاحتواء الصراع والتحذير من مخاطر امتداده إلى مناطق أخرى وخروجه عن السيطرة